بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أبنائي وبناتي طلبة وطالبات صف التاسع أهلا بكم مجددا في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية عنوان درسنا اليوم التعريه والأشكال الناتجة عنها مراجعة وتدريبات الجزء الخامس أعزائي الطلاب لقد تناولنا في هذا الدرس مفهوم التعريه وعوامل التعريه والتي تشمل أربع عوامل هما أولا التعريه الهوائية ثانيا التعريه النهرية ثالثا التعريه البحرية رابعا التعريه الجليدية فهيا بنا أعزائي الطلاب نراجع معا أهم ما تعلمنا في هذا الدرس قبل البدء بحل التدريبات إذن ما المقصود بالتعريه؟ من منكم يستطيع الإجابة؟ أحسنتم طلابي إجابة صحيحة المقصود بالتعريه نحط ونقل وإرساب مكونات سطح الأرض بفعل تأثير العوامل الطبيعية كالرياح والمياه تناولنا أيضا أعزائي الطلاب عوامل التعريه والتي اجتملت على أربع عوامل رئيسة هما التعريه الهوائية، التعريه النهرية، التعريه البحرية، والتعريه الجليدية فهيا بنا أعزائي الطلاب كي نراجع سويا بعض أشكال السطح الناتجة عن عوامل التعريه إذا بدأنا بالعامل الأول وهو التعريه الهوائية فمن منكم يستطيع أن يعدد لبعض أشكال السطح الناتجة عن التعريه الهوائية في جانبي النحط والإرساب أحسنتم طلابي إجابة صحيحة إذن الأشكال الناتجة عن نحط الرياح تشمل المواد الصحراوية والكهوف الصحراوي أما الأشكال الناتجة عن إرساب الرياح فتشمل الكثبان الهلالية والكثبان الطولية ننتقل إلى العامل الثاني وهو التعريه النهرية ما هي الأشكال الناتجة عن نحط الأنهار وما هي الأشكال الناتجة عن إرساب الأنهار؟ بالفعل إجابة صحيحة إذن الأشكال الناتجة عن النحط في التعريه النهرية تشمل الشلالات والجنادل أما الأشكال الناتجة عن الإرساب النهري فتشمل السهول الفيضية والدلتوات النهرية إذا انتقلنا إلى العامل الثالث وهو التعريه البحرية فمن منكم أعزائي الطلاب يستطيع أن يذكر لي بعض أشكال النحط والإرساب الناتجة عن التعريه البحرية أحسنتم إجابة صحيحة إذن ينتج عن التعريه البحرية في جانب النحط الجروف الساحلية والكهوف البحرية أما أشكال سطح الأرض الناتجة عن الإرساب البحري فتشمل الشواطئ الرملية والألسنة الرملية ننتقل إلى العامل الرابع وهو التعريه الجريدية من منكم أعزائي الطلاب يستطيع أن يذكر لي بعض أشكال السطح الناتجة عن التعريه الجريدية في جانبي النحط والإرساب أحسنتم طلابي إجابة صحيحة إذن الشكل الذي ينتج عن النحط بفعل الجليد هو الفيوردات أما الشكل الذي ينتج عن الإرساب الجليدي هو الغطاءات الجليدية والآن أعزائي الطلاب هيا بنا لحل تدريبات مصدر التعلم معنا الآن كم عزيزي الطالب بفتح تدريبات مصدر التعلم صفحة 107 للإجابة على الأسئلة التالية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية من منكم يستطيع اختيار الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم جميعا أحسنتم إذن الإجابة الصحيحة هي دال الشواطئ الرملية ننتقل إلى النقطة الثانية نتيجة لنحط الرياح للسخور تتشكل السخور مكونة ألف الجروف الساحلية با الكثبان الهلالية جيم الكهوف الصحراوية دال المسلات البحرية من منكم يستطيع اختيار الإجابة الصحيحة؟ بالفعل أحسنتم طلابي إذن الإجابة هي الكهوف الصحراوية ننتقل إلى النقطة الثالثة تكونت الكهوف البحرية بفعل نحط ألف الرياح با الأمواج جيم الأنهار دال الأمطار من منكم يستطيع الإجابة؟ أحسنتم جميعا إجابة صحيحة إذن تكونت الكهوف البحرية بفعل نحط كما تلاحظون أمامكم با الأمواج النقطة الرابعة نتيجة هبوب الرياح اتجاه واحد تنشأ ألف الفرشات الرملية با الجروف الساحلية جيم الكثبان الهلالية دال الكثبان الطولية من يستطيع الإجابة؟ بالفعل بالفعل إجابة صحيحة الإجابة هي جيم الكثبان الهلالية ننتقل الآن إلى صفحة 108 للإجابة على السؤال الثاني السؤال الثاني قارن بين الشلالات والدلتوات من حيث عوامل التكوين من منكم أعزائي الطلاب يستطيع المقارنة بين الشلالات والدلتوات من حيث عوامل التكوين أحسنتم أحسنتم إجابة صحيحة إذن عوامل تكوين الشلالات تتكون نتيجة للنحت النهري حيث تسقط المياه من المنطقة المرتفعة ذات الصخور الصلبة إلى المنطقة المنخفضة ذات الصخور اللينا إذا انتقلنا إلى عوامل تكوين الدلتوات وكيف تكونت الدلتوات؟ نعم نعم تتكون الدلتوات عندما ترصب الأنهار حمولتها عند المصر ننتقل إلى السؤال الثالث بما تفسر النقطة الأولى تكون المواعد الصحراوية من منكم يستطيع أن يذكر لي كيفية تكوين المواعد الصحراوية؟ نعم نعم بالفعل إجابة صحية إذن تكونت المواعد الصحراوية بسبب وجود طبقات من الصخور اللينا تعلوها صخور صلبة فتنحت الرياح الطبقات اللينا السفلية النقطة الثانية تكون الجنادل في مجرى النار من يستطيع الإجابة؟ نعم أحسنت إجابة صحية إذن تتكون الجنادل في مجرى النار بسبب اختلاف صخور المجرى النهري فينحت النار الصخور اللينا وتبقى الصخور الصلبة تعترض المجرى النقطة الثالثة تكون الجروف الساحلية أحسنت أحسنت إجابة صحية إذن تتكون الجروف الساحلية بسبب نحة الأمواج للصخور التي تشرف على البحر مباشرة وتظهر على شكل حافة صخرية السؤال الرابع ما الفرق بين الجروف الساحلية والفيوريدات من حيث التكوين؟ من منكم يستطيع الإجابة؟ بالفعل إجابة صحية إذن تتكون الجروف الساحلية نتيجة لنحة الأمواج للصخور التي تشرف مباشرة على البحر وتظهر على شكل حافة صخرية أما تكون الفيوريدات تتكون نتيجة للنحة الجليدي للسواحل البحرية إذن أعزائي الطلاب الفرق أو أوجه الاختلاف هنا في الجروف الساحلية تتكون نتيجة لنحة الأمواج أما في الفيوريدات تتكون نتيجة للنحة الجليدي وهذا هو أوجه الاختلاف أو الفرق ولكن أعزائي الطلاب هل هناك أوجه شبه بين عوامل تكوين الجروف الساحلية وعوامل تكوين الفيوريدات؟ من منكم يستطيع إيجاد أوجه الشبه بالفعل أحسنتم إجابة صحيحة أوجه الشبه هنا أن كلاهما الجروف الساحلية وأيضا الفيوردات يتكون نتيجة لعمليات النحت ننتقل أعزائي الطلاب إلى صفحة 109 للإجابة عن السؤال الخامس السؤال الخامس أجب عما يلي واحد عرف التعريق من منكم يستطيع الإجابة؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن المقصود بالتعريق نحت ونقل وإرساب مكونات سطح الأرض بفعل تأثير العوامل الطبيعية كالرياح والمياه اثنان اذكر الأشكال الناتجة عن النحت النهري من منكم يستطيع الإجابة؟ نعم نعم بالفعل إجابة صحيحة إذن الأشكال الناتجة عن النحت النهري هما واحد الشلالات اثنان الجنادة ننتقل إلى النقطة الثالثة ما أوجه التشابه والاختلاف بين الكثبان الهلالية والطولية من منكم يستطيع الإجابة؟ نعم نعم بالفعل إجابة صحيحة إذن أوجه التشابه بين الكثبان الهلالية والطولية كلاهما يتكون بسبب إرساب الرياح أما أوجه الاختلاف نلاحظ أن الكثبان الهلالية تنشأ نتيجة لهبوب الرياح في اتجاه واحد وتكون على شكل الهلال لاحظ معي هنا أن الكثبان الهلالية تكون على شكل الهلال أما الكثبان الطولية تنشأ بصورة موازية لاتجاه الرياح السائدة وتأخذ الشكل الطولي ولها قمة صيفية حادة لذا تعرف بأسيوف لاحظ معي هنا الكثبان الطولية تعرف بأسيوف السؤال السادس صنف أشكال سطح الأرض التالية وفقا لعملية تشكيلها عزيز الطالب أمامك بعض أشكال السطح الناتجة عن التعريح حاول تصنيف هذه الأشكال طبقا للعامل المسؤول عن تكوينها سواء بجانب النحط أو بجانب الإرساب إذا بدأنا بالعامل الأول التعريح الهوائية أي من أشكال السطح التالية ينتج عن نحط الرياح وأيهم ينتج عن إرساب الرياح أحسنت إجابة صحية إذن ينتج عن نحط الرياح المواد الصحراوية وينتج عن إرساب الرياح الكفبان الهلالية إذا ينتقلنا إلى التعريح النهرية أي من هذه الأشكال ينتج عن نحط الأنهار وأيهم ينتج عن إرساب الأنهار نعم نعم إجابة صحية إذن ينتج عن نحط الأنهار الجنادل وينتج عن إرساب الأنهار السهول الفيضية ننتقل إلى التعريح البحرية وهم الأشكال الناتجة عنها أي من هذه الأشكال ينتج هنا في النحط وأيهم ينتج في الإرساب نعم إجابة صحية إذن ينتج عن نحط البحار الجروف الساحلية وينتج عن إرساب البحار الشواطئ الرملية إذا انتقلنا إلى العامل الرابع التعريح الجليدية أي من هاتين الشكلين ينتج عن نحط الجليد وأيهم ينتج عن إرساب الجليد نعم نعم إجابة صحية إذن ينتج عن نحط الجليد الفيورداد وينتج عن إرساب الجليد الغطاءات الجليدية ننتقل إلى السؤال السابع ما النتائج المترتبة على واحد الإرساب الجليدي على مساحات وسعة من الأرض أي من أشكال السطح التي قمنا بدراستها ينتج عن الإرساب الجليدي على مساحات وسعة من الأرض أحسنت إجابة صحية تكون الغطاءات الجليدية اثنان ما النتائج المترتبة على اختلاف سخور المجرى النهري من يستطيع الإجابة؟ نعم نعم بالفعل إجابة صحيحة ينتج عن اختلاف سخور المجرى النهري تكون الجنادل نتيجة لنحط الأمواج للسخور اللينة وبقاء السخور الصلبة تعترض المجرى أعزائي الطلاب من خلال تطبيق Microsoft Teams عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم شكرا لحسن تفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة